على ما قاله يوم أمس في نشرة الرأي من أنه سيتوجه إلى مجلس الأمة بعد صلاة الظهر كان الموعد من النائب السابق حسين لحرية الذي وصل إلى مبنى البرلمان في الواحدة إلا ربع ساعة فاصلة عن قرار النائب رياض العتساني الدخول إلى لجنة الميزانيات لأن لحرية تأخر على حد قوله حرب التصريحات صلتت الضوء اليوم على معلومات قالها لحرية بشأن قرار النائب العام حول التحقيق في قضية الإداعات المزيد في تقرير لرباب الداح صلى النائب حسين لحرية في المسجد صلاة الظهر ثم حضر إلى مبنى البرلمان وكان النائب الرياض العتساني قد دخل إلى اجتماع لجنة الميزانيات فتعذر اللقاء لقاء العتساني والحريتي الذي لم يكتب له أن يتم اليوم ولأنه تعذر اللقاء حضرات الأعذار فما الذي حصل ليش هرب اليوم؟ هرب لأنه هناك ما في حصانة بس يملك أدوات دستورية أنا مواطن عادي هرب أقول لك هرب أنا أنا أحدد موعد وهو عطى دعوة وأنا جيته وما لقيته شنو ما تصلي؟ الناس تصلي الناس تصلي مساجدها وجيتك أنا أنا موعدي مكتوب معلن بالراي وأنا محدد الموعد بعد صلاة ساعة أنا وصلت قبل الموعد ساعة واحدة أنا وصلت واحدة لأرباء شكرا لكم أولا هو ما طلب أصلا موعد مسبق ولا شيء أنا عرفت عبر الصعف وقاله أول شيء ساعة 12 وبعد قاله بعد صلاة الظهر يأذن الظهر 12 و3 دقائق انتظرنا حتى 12 ونص وآنا كان عندي لجنة الميزانيات هل اليوم نعطل اللجنة بناء على حسين الحريتي أنه بيحضر من غير المسبق من غير موعد يتأخر ولا تصل قلبه تأخر شون بعرف؟ أنا عرفت عبر الصحافة أنه أنت بتحضر انتظرتك ما يقارب أكثر من 45 دقيقة دخلت اللجنة هلأ عطل أعمال اللجنة مصالح الكويت على أساس حسين الحريتي بيحضر ما رح عطل مصالح الدولة بناء على عذار غير مقبولة أما بخصوص أنه يقول يهرب ما يهرب هالكلام أنا ما رح أنزل لهذا المستوى أنا بإمكاني أقول لك في شهر أربعة 2016 إذا تذكر قلت رح أناظرك وقلت لك واجه ليش ما واجهت في ذاق الوقت الحريتي تحدث وأمام وسائل الإعلام ونسف كل ما قيل عن أموال الإيدعات سابقا وكلامه وفقا لقرار النائب العام على حد قولها فالأموال لم تكن مشبوهة وهي لا تشكل رشوة والبلغات لم تحفظ لنقصر في التشريع أما من يلوح بأن لدي ملف أزرق ملف أسود أنا عندي ملف أبيض هذا الملف الأبيض هو اللي بيدل على أني أبيض دخلت المجلس طلعت أبيض أنا عندي مستنداتي مشروعة مو رياضي يقول ولا غير رياض الجهة المحايدة والكل نثق فيها النيابة العامة النيابة العامة حققت مع كل الجهات هذا قرار النائب عام واضح في آخر الفقرة فيه بأن كل التحقيقات والتحريات مع جميع كل وسائل الرقابية في الكويت انتهت إلى أنه لا صحة لهذا الاتهام والمصادر مشروعة واللي عنده غير هالكلام أنا مستعد أروح معا حق النيابة الدور الأول مكتب النائب العام شكرا لكم النائب صالح عاشور مغردا تساءل عن هروب النائب العتساني ومن الأخير رد على التساؤل ما حطك محامي عن حسين الحريتي أنا واجهتك في المجلس يا صالح عاشور في المجلس وقلت لك رقم القضية وليش ما طلعها الحين أنا كلامي واضح كلامي لا عندي شيء أخاف منه خوفي من رب العالمين فقط إذا يعتقد صالح عاشور كلامي غلط أو أي واحد فيهم أنزين بسأل صالح عاشور أنت ما رحت النيابة وما أنت كنت معترض في دفع الكفالة وبالتالي دفعت الكفالة بتهمت شنو أنا سؤالي أوجه لكم أظهروا الحقيقة حك شاب الكويتي أنتوا كلوا قاعدوا تنكرون كلامي أظهروا العكس ربابة ضاح الراي